من الله الرحمن الرحيم باسمي مقصة تكامل الإنسانية نرحب بالدكتور هاني عبدالجواد البنة والمحاضرة الثانية من مادة تجارب ومؤسسات خيرية وإنسانية حياك الله دكتور تفضل الله برك فيك الحمد لله وصول الله ورسول الله أنا بشكركم جميعاً لاستضافاتي مرة أخرى اليوم استكمالاً للمحاضرة اللي احنا عملناها يوم الاثنين وكانت بتكلم عن سبعة أهرامات وحداشر سلمة اليوم هنكمل التطبيق العملي لما قلناه في الأسبوع الماضي يعني احنا هنا في الأسبوع الماضي هنكمله اليوم ممكن الشريح هنغيرها لو سمحت هنا بالنسبة للشباب اللي عايزين يشتغلوا أي شيء من الصفر أنا رسمت الهرام ده والهرام ده مش قديم هجيكون بعضكم شافوا قبل كده لكن هو ده بداية العمل بنبدأ دايماً بالفزعة أو الانفعال وبعدين ما نتحرك فيه وبعد في المجتمعات الجزء ده اسمه العمل الخيري صناعة لأن احنا لو نظننا أن العمل الخيري كجمعية هنقف عند مرحلة معينة لو نظننا أن العمل الخيري مجرد أنه هو شيء موسمي هنقف عند مرحلة معينة لو معالنا وظننا أن العمل الخيري الشيء التقليدي هنقف عند مرحلة معينة لكن أنا بقول هنا أن معالنا الخيري صناعة وما بعد الصناعة بمعنى إيه يعني إيه فزعة يعني لما تحصل فيه مشكلة أو عاصفة أو جائحة أو فيضان أو زلزال أو إلى آخر كل المجتمع بيهب الحرفيين فيه والناس العاديين البسطاء والأغنياء وكذا بيخرجوا في فزعة هي عملية الفزعة وده نحن كلمنا عنها في الأسبوع في اليوم الاتنين الماضي وقلنا دي أحنا نسمعنا عاطفية الفزعة العاطفية أو أن نفع عليه بعد ما باستقر الأمر ومجتمع أو قيادة المجتمع من الشباب السرائي اللي زي حالتكم كده يبص حواليه يقول طب وإيه يعني نشوف بقى احنا بنعمل إيه في كل موسم فلاقوا أنه فيه في موسم رمضان عايزنا نعمل نشاط في موسم الأضاحة عايزنا نعمل نشاط في موسم اللي هو اندخول مدارس عايزنا نعمل نشاط في موسم الشتاء عايزنا نعمل نشاط في موسم حصاد عايزنا نعمل نشاط إلى آخره فابتدوا يعملوا بشاريع بسيطة أو مبادرات بسيطة في المواسم المختلفة يعني احنا عرفنا زي نعمل فزعة حريقة زلزال كذا الموسمية دي لما بنيك توزع الصداقات أو الزكوات إلى آخر فده نوعا تاني من أنواع المبادرات الموسمية وبعدين بيتكرى الأمر ده كل سنة وكل سنتين فبأي شيء أي شيء تقليدي فالسباب الجمال اللي زيكم اللي قاموا بالمبادرات دي وفزعوا الفزعة وانفعلوا وأصبحوا متعاطفين مع المجتمع ثم تحولوا إلى أنهم استجابوا للأعوام الموسمية وأصبح كل سنة عندهم نفس المشاريع نفس المشاريع نفس المشاريع بيعدوها مرة تانية يبقى احنا في الهرم ده دخلنا في الثلاث درجات الأولى بتاعته لها الفزعة والموسمية والعاطفية والتقليدين بعد كده بعض الشباب بينصرف عن العمل الخيري والبعض الآخر والقلة الأخرى بتكمل يحول هذا العمل إلى جمعية عادي تنظم بقى العمل عشان ننظم العمل لازم نعمل جمعية عشان نعمل جمعية لازم نروح للحكومة عشان نروح للحكومة لازم يكون عندنا رؤية وعندنا أهداف وعندنا يعني أعضاء وعندنا شباب ميزانية وهكذا فنروح للوزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة أي وزارة من وزارة المعنية بهذا الأمر عشان نسجل الجمعية تبقى الشيء ده العمل بتاعنا منظم سواء كان في الفزعة أو في العمل الموسمي أو العمل التقنيدي عشان إيه يكون مؤثر وليه ناس يقوموا عليه سواء كان مجلس دارة جمعية عامية مجلس تنفيذي إلى آخر الأمر ده يا شباب قد يأخذ منكم سنة واثنين وثلاثة واربعة على حسب أنتوا رغبتكم في عمل هديه الجمعية لكن هذا هو التدرج تدرج نحن نتكلم فيه بعد كده بعض الناس بيحبوا يحولوا هذا العمل اللي كان عشوائي في يوم الأيام إلى عمل مهني وحرفي عمل مهني وحرفي داخل إطار الجمعية الجمعية هي جهاز أو هي هيكل أو هي شيء بيمتلكه أعضاء الجمعية العوامية أو الأعضاء المنتسبين لم يكن هذه الجمعية قد يكون في مجلس في الجمعية العوامية عشرة عشرين خمسين مئة إلى أخير على الحسب ما القانون الأساسي للجمعية بيقول فبعد كده هو مرحلة البناء المؤسسي اللي احنا بنخرج منه من ملكية الجمعية للأفراد اللي هم الجمعية العوامية إلى فتح أبواب الجمعية على مسرعيها لإيه للمجتمع فتختار من المجتمع أحسب ما فيه من أبناء كي يستطيعوا قيادة هذه المسيرة يبقى المسيرة دي لأول خطوة من خطوات التحول من جمعية إلى مؤسسة وبناء مؤسسي هي أن نقتنع بالانفتاح الخارجي على كافة الكوادر وكافة التشكيلات المجتمعية وأن لا نحجر العمل داخل الجمعية على فئة معينة أو على ثقافة معينة أو على مجموعة معينة أو على جهة معينة أو على جماعة معينة إلى آخر ده ده لحنا منتكلم ايه في يبقى النقطة التالتة اللي منتكلم عنها أو الخامسة اللي منتكلم عنها المؤسسية الشاشة عشان نعرض لو سمحت هلقي هلو هلو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مكة فئة أو جماعة أو حزب سياسي أو أفراد إلى آخره فتبقى تحول إلى مؤسسة والمؤسسة هي اللي حتستطيع فيما بعد نيتعمل الصناعة المجتمعية يعني ايه الصناعة مجتمعية يا شباب يعني المؤسسة دي حتتحدث فيه العمل التقليدي اللي احنا تكلمنا عنه العمل العاطفي اللي احنا كلمنا عنه البناء المؤسسulos اللي احنا تكلمنا عنه زائد العمل الثقافي والعمل التأهيلي والعمل الفلسفي والعمل الفكري. كل كل اللي مش ليس فقط للمجتمع كافة. فده بالنسبة ان فكرة العمل الخير صناعة نسحولها في عجالة عشان انتقل لما نريد انا اتحدث فيه اليوم. الشريحة اللي بعد كده. الرحلة بقى اغلب الناس كانوا طلبوا او المنظمين على البرنامج طلبوا مني ان انا اقول الرحلة بتاعتي في خلال الاربعين سنة اللي فاتت من عام الف تسعمائة اثنين وتمانين الى عام الفين وواحد وعشرين اليوم. دي الشريحة اللي بعد كده. فعرف الف تسعمائة اثنين وتمانين كان فيه نقطة التحول كبيرة جدا في حياتي. انا قلتها في اكتر من مجال. انا كنت طبيب يعني وكنت بعمل في التأمين الصحي في بريطانيا في علم البسوليجي اللي هو الامراض. والحمد لله في اثنين وتمانين كان فيه فايصل في حياتي. حصل ثلاث اشياء انا خبرتهم. اول حاجة المجزرة سبرة وشتيلة اللي حصلت في بيروت. ودي كانت زي ما تقول فزعة بالنسبة لنا كشاب صغير في السن في هذا الوقت. في اول التلاتينات من العمر. وبدأت لنا افوق. طب ليه الناس دي بتاتي تربية عشر من خائمات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين اللي هو ماذا حدث في حماة. حماة وكانوا يعني ولم يعلن الاعلان عما حدث في حماة في الوقت ده من قاتل كثير جدا من ابناء الشعب السوري في حماة. نمرة اثنين. نمرة تلاتة انا كان عندي اول مرة انزل مصر. فقلت ما عدي على مصر او بعد انا منجحت بقى في الامتحان واصبع عندي وظيفة. علشان ايه اعدي اسبوع او اسبوعين ان انا راجع. في بلد يعني في اوروبا يكون فيها مسلمون. المسلمين طلعت ان اليوغوزلافيا القديمة اللي هي كان فيها مسلمين لقيت فيها على الخريطة كده بتاعة البحض الادراتيكي فيه مساء مقازن. فاخدت الخطوط الجوية اليوغوزلافية. وانزلت على مصر وفي الرجعة ووقفت في بلجراد ومن بلجراد رحت على زاغرب ومن زاغرب رحت على ارسيل وتعرفت على قضية اضطهاد الشيعيين والواتيته وحكومته الى الشعب البصنوي المسلم. واكتشفت ان فيه شعب ببصنوي المسلم. فدي يا شباب كانت اول نقطة ايقاظ ليا عشان يبتدي اتحول من العمل الطبي العمل اللي هو الحرة في المهنة الطبي ده الى العمل الاجتماعي او الاغاسي. عام ١٨١٨ كان فيه مجاعة كبيرة جدا ضربت شرق افريقيا في اثيوبيا وخرج اللاجئين والنازحين من منطقتين. وانطقة اسمها اريتريا والتحول بعد كده واستقلت. اخليم اريتريا استقل. والمنطقة اسمها تجراي اللي هي فيما بينها وبين الحكومة المركزية الوقتي صراعات حادثة. فدي حصلت في صيف عام ١٠١٨. دي كانت دي كانت دي ما تقولي. بالنسبة لي القفزة الاخرى اللي خليتني اقرر ان انا ايه اعمل اتوجه الى العمل الانساني اكتر من العمل الطبي. فروحت في زيارة للسودان احضر مؤتمر بسيط او ورش عام بسيطة للجمعيات الاسلامية. ويتعرفت على ان كتير جدا من الناس اللي خرجوا هناك مسلمين وغير المسلمين. وخدت بعض الصور من بعض العاملين في بعض الجمعيات السودانية هناك اللي بستقبلوا اللاجئين في الخرطوم وفي شرق السودان. كذلك من الاترين والى الاخرى. وبدأنا نعمل اللي هي ماذا نفعل مع اللي هو اللي بداية العمل. بداية العمل كانت صبرة شاتيرة. كانت حماة. كانت زيارة للبوسنة والهرسك. وبعد كده هو اللي هو اللي هو اللي هو المجاعة بتاعت افريقيا عام 1989. وبعد كده. البداية بقى الحقيقية كانت في اربعة وثمانين. وكنا اتنين من الشباب ما كانش في اسمع بقى دي يا شباب. ده بقى الكلام اللي قلته ده. لو احنا رجعنا للمحاضرة بتاعة الاسبوء بتاعت شبابات تلات. ده في الهرم الانفعالي. في الهرم ايه? الانفعالي. دور في العفوية والعاطفية الى اخر الاخر. كنا احنا اتنين من الشباب. اه دكتور احسان وكان بيدرس الدكتوراه في الكيميا. وكان هو شاب جميل جدا من الابناء فلسطين الحبيبة. المتجنس بالجنسية العراقية. وكان شاب التاني هو حضرتي انا. يعني انا. وكنا ماشيين مع بعض. ان احنا نعمل علشان نصد او نرفع المعاناة عن يعني انا حاول نعمل اي حاجة لأفريقيا. لأفريقيا. لذلك ان اول اسم احنا عملناه كان اللاجنة لمساعدة اللاجئين المسلمين في افريقيا. وده اتعملت في يناير عام الف ١٩٤٤. اول تبرع على الشباب عشان تعرفوا ان احنا عندنا اي امكانيات مادية. كان عشرين ارش من شاب صغير جدا. طفل عنده تسع سنوات. من احد اقاريبي في القاهرة. وحوالي مبلغ ١٥٠٠ جنيه. انا جمعته من خلق من خلق يعني من عائلتي في القاهرة. يعني وجيت وعدت مع احسان. وعدنا بدون اي ترتيب. بدون اي قطة. بدون اي استراتيجية. بدون اي امكانية كان كل اللي عندنا وجمعناها الافريقيا هو الـ ١٥٠٠ جنيه مصري والعشرين ارش اللي احنا نتكلم عنها. بمنتها العفوية ومنتها العطوة. وكان بداية بسيطة. وما كانش عندنا مكتب. وكانش عندنا تليفون. وكانش عندنا فاكس. وكانش عندنا تيليكس. وكانش عندنا امانية. وكانش عندنا اي شيء. كان كل اللي عندنا احنا مركزين ساعد 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 نسكتنا ما نسميها هلب 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 عشان ما حد ييجي دوقتي يديكم حضراتي وقولك لأ ما تبدأش ممكن عندك استراتيجية لا ابدأ ابدأي وخلي خلي الأرض تنبت خضرة خضار خليها تنبت بعدما تنبت زبطي المشاريع بتاعتك تراما أنت أصلا ما عندكيش إمكانيات إلا الإمكانيات وأهم إمكانيات الإنسان ممكن يستفيد بها هي الإيمان والإمكانيات الزهنية اللي عنده والرؤية بتاعته كراجل أو أمرأة صاحبة مهمة وصاحبة هدف إلى آخره يبقى في 84 كان الدكتور إحسان شبيب وأنا بنزل في الجامعة وكنا بنلف بقى على المساجد وكنا بنلف على الحواري والبيوت نوازع الأوراق وكنا بنلف على الدكاكين للحوانيت علشان نوازع الأوراق اللي كان في الغالب بتكتبها زوجتي في البيت على حاجة اسمها أهل كتبة وكانت زوجة إحسان بتلاقيه ربنا يكرمها أم نور كانت هي اللي بتقعد تعمل الأسواق الخيرية الأيتام اللي كانوا من لبنان أم من فلسطين أم أي مكان في أهم قبل ما نسجل الجامعية على الأطلاق فضل هذا العمل في الهرم العاطفي من 84 إلى 95 فكنا بنخرج من مدينة يعني كان في شهر رمضان عندنا حاجة اسمها الجولة الرمضانية كنا بنترك أهلينة في رمضان من ليلة رمضان لغاية ما بعد 27 رمضان اللي هو ليلة الأد وهنا نلفين من مدينة إلى مدينة في بريطانيا من قرية لقرية من مسجد لمسجد من شهر علشان نوزع إعلانات وننم في المساجد علشان نعلن عن المجاعة في أفريقيا والمساعدة إلى أفريقيا ده بدأت الشغل في هذه العشرية من 84 إلى 95 إلى أن تسجلت المؤسسة في سنة 1992 وأصبح عندنا هيكل زي ما احنا قلنا في قبل كده هو تحولنا بقى من العمل المرسمي والعمل اللي هو الانفعالي والعمل اللي هو التقليدي إلى أننا عايدنا ننظم العمل فسجلنا المؤسسة في عام 1989 عشان تنطلق شيء كهيكل أو شيء موجود داخل المجتمع المريطاني باسم الجامعية المسلمة وسمناها في الوقت ده الإغاثة الإسلامية والاسم اللي عطاهونا ده كان اللي هو لو أنتوا فاكرين اللي هو الأستاذ الفاضل المنشد والمغني يوسف إسلام أو كات ستيبن كان ده الإسم يرجع فيه الفاضل بعض الله سبحانه وتعالى والسلام والشعار اللي اتعمل عمله شاب بتركي تطوع وما خدش فيه منه ولا مزيم يعني شوف البداية كلها أبسط مما تتخيلون أبسط مما تتخيلون بدأنا بعد تسجيل وإحنا بنسافر في الطائرات نبص شايفيني اللي براء الفئية دي كده كان لو أنت بصلوا على المجلة بتاعت كل خطوط جوية هتلاقي فيه خريط العالم فيها كنا بنقعد نعلم على مثلا فرنسا بعد فرنسا يكون داخل ستراسبورغ داخل قريس داخل ليل داخل بردو وهكذا أمريكا نيويورك واشنطن كنا بنعلم على المدن وعلى الأماكن اللي احنا عادينا نفتح فيها أماكن ثم بعد عام 1992 أصبحت الرؤية تخرج من اللي هو المحلية في القطر البريطاني إلى الإقليمية إلى العالمية ليه؟ لأن احنا بنعمل في مجتمع مستقر وعندنا مساحة الحريات زي ما احنا قلنا في الهارم التاني والتالت اللي احنا ذكرناه في الاسبوع في يوم الاتنين الماضي لن تستطيع أن تخرج من الهارم المفعال العاطفي إلا أن كنت أنت عايش في مجتمع مستقر ودولة قوية تستطيع نكتب ليك مساحة حريات في مساحة حريات دي بدأنا نكتسبها لما بدأنا نسافر لبلجيكا والهولندا والسويسرا والألمانيا والفرنسا والأمريكا والكندا إلى الأخير مثلا احنا سجلنا المكتب في أمريكا في 93 سجلنا المؤسسة في الأمم المتحدة كان لها رؤية لابد أن نتكامل رؤيتنا مع أن نكون جزء من المجتمع الدولي داخل أرويقة الأمم المتحدة وسجلت المؤسسة في عام 1993 يعني أقل من عشر سنوات بعد العمل اللي هو المفعالي أو أقل من خمس سنوات بعد ما سجلت في الحكومة البريطانية لكن العشر سنوات الأولى نتكلم معها زي ما احنا بنقول بالعربي أو بالمصري أو باللبناني يعني كانت طق حنك وكانت كعب داير وكان أمشي 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 أعمل 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 أمشي 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 أعمل 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 فده لغاية ما أصبح لنا اسم يعني ملحوظ خاصة تصدى لبعض الكوارث الكبرى اللي حضرت زي زلزال إيران في عام 1990 ده فيضان السودان بتاع الخرطوم عام 1989 زي فيضان اللي هو بن جديش عام 1990 وقالما قدت حرب البصنة من 1992 إلى 50 فكون نحن تأهلنا من خلال العمل المستمر والتلاحم الشعبي الجماهيري من الناس سواء كانوا في مكاتب فرنسا وبلجيكا وغولندا وامريكا عشان يكون في جمعة تبرعات هنا في نقطة أنا عايز أكلمكم فيها إحنا كانت رؤيتنا إن إحنا نسرع بتسجيل الجمعيات الجمعية في البلاد الغنية اللي فيها أموال عشان نأخذ من هذه الأموال نصرفها على البلاد الفقيرة فسنة غير 95 كان عندنا مكتب في بلجيكا وهولندا والسويد وسويسرا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وأمريكا وبعدين كان فيه مكتب في السودان كان مكتب في بن جاديش إلى آخر إلى آخر إلى آخر فبدأنا نوازن وبعدين كان فيه مكتب في باكستان كذلك فبدأنا نوازن ما بين المكاتب اللي بتدرينا المال علشان نصري نكون مستقلين عن الحكومات والأماكن اللي إحنا هنصرف فيها المال فالرؤية كانت كده كانت متوازية مجتمعات مستقرة حرية في التعبير حرية في السفر بساعة حريات واضحة جدا في الغرب كانوا بيسألوني دايما طب انت لو كنت مش انت مصري اقول لهم اه واعتز بأننا مصري إلى أخير الأول اعتزنا زين عربي واعتزنا مصري إلى أخير لو الأمر ده تعمل في بلد تانية غير بريطانيا في منذ دولة الشرق الأوسط كنت هتبقى فين أفكرهم بالأغنية اسمها كان وكنا كنا وكان كان أصبح في خبر كنا وكنا أصبح في خبر كنا ان المجتمعات لحضراتكم بتتكلم عنها مجتمعات ما فيهاش مساحة الحريات المدنية 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 هنا في مساحة الحريات المدنية استطعنا من خلالها من خلال جماهير بسيطة يعني كنا احنا في الفترة دي اللي هي عشر سندي لما كنا منروح امريكا ونجمع من مسجد 200-300 دولار كنا بنفرح فرح غير عادي ليه لأن ومجهود وتمشي من أولا لأولا ومسجد لمسجد وكذا وكذا كان المجهود كبير جدا والثمرة البسيطة دي هي كان أجمل ثمرة حصلنا عليها في هذا التاريخ من هذا الوقت لذلك أنا في 95 وأنا في اليمن كنا رايح هناك بعد ما حصل المجزرة بتاعة سريبرنيتسا في أغسطس 95 ونزلت وقعت ريف في اليمن رحت عدن ورحت الحديدة ورحت صنعة ورحت إب ورحت يا ربي اي تاني يا ربي المهم ففونا وفتعز سوريا أنا آسف أنا ما قلتش أهل تعز جزاكم الله خير وروح تعز وفتعز أنا كنت بقى بغت بالجمعة وكان فيه أخت من بناتنا انتحرت علشان هناك في البصنوية هنا عشان اقتصبت يعني هي طبعا تعتبر أخت دينا أنها مسلمة وبنت من بناتنا يعني من المسلمات فعملت عليها قصيدة زجلية كنت بقوله القصيدة دي في كل خب الجمعة وكل مكان رح فيه إلى آخر كانت مؤثرة جدا أنا مش عارف أجيب القصيدة لو جبتها هبعرض عليكم فيما بعد فأتاني شخص يمني تنطبق عليه رب أشعص أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره هذا الشخص لما جي كان ماسك حاجة كذا في إيده وكأنه ماسك كنز بيقول لي هل تسمح أن أنا أتبرع لك بخمسة ريال قلت له ريال ونص ريال وربع ريال والإخوة اليمنين يعرفوا كم قيمة الريال في هذا الوقت كم قيمة الريال في اليوم فلما فتح الريال إيدي لقيت الريال ده ورقمها الهال يعني أنا ما مسكتها ممكن تقع مني في أرض فأطعمت حتى لأن ما هي ده بيقولك بيقولنا التمثيل عملي لمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل للصدقات هي جهد المقل ها إلى فقير في سر هذا مقل لكن أراد تأثر بما كنا نحن تحدث فيه عن القضية البسنوية والحصل لأخوات المغسنويات من التصابات إلى آخر وانتهى الأمر بأنه تبرع بكل ما في جيبه لما جيت أبوصه بقى زي مغنى في اليمين بيحب يبوصه بعض إيه بوصوا الإيدين ويبوصوا الراس إلى آخر فأما أما بوصت راسه فعلا تمثى لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث الأغبر كل الرمل وكل أو كل الطراب موجود في الشهر والعرق وكذا يعني صلى الله عليك عالم الهدى هذا هذا لو أقصى مع الله لأبر ده بالنسبة للهرم الانفعالي اللي هو تحقق ما بين 84 إلى 95 الأخت الشريح اللي بقى الكلم من 95 إلى 2001 كان فيه بلقى هيكالي ليه بدأ هنا لها هيكالي ده لأنه كانت مذات المؤسسة بتعامل معاطفية مع المؤسس هو يعمل كل حاجة اللي هو كأنا فأخطأت أنا أخطأة كتيرة من هذه الأخطأة أنا كنت بصرف من غير مزانيات بصرف من غير مزانيات وأنا أتحداكم أتحدى نفسي سوريا مش أنتوا يعني لو جبتوا أي راجل يعني كبير جدا جدا وليه يعني سيت وزيع وحكذا وقالك أنا أخطأت لو كان كده يبقى كلنا ماشيين في السليم في سنة 95 يا شباب كمية الصرف لأنك تبصرفها بدون وجود مزانيات محترمة يعني توازن ما بين الصرف والدخل والمصروف جعلتنا ناقف وقفة جدا أنه أصبح مفيش عندنا كاتش في المؤسسة فعلى هذا الأساس بدأنا نعمل هيكلة صارمة المؤسسة تقلس تقلس لأننا ما زلنا كنا في الهرم المفعالي يعني بعد 11 سنة كنا ما زلنا في الهرم المفعالي اللي هو أولا عاطفي اللي حتشوفه في المحاضرة اللي فاتت وقدم لكم كنت كنت بصرف وكان فيه ثقة كبيرة جدا من الأمانة أقلية والسباب يعني أنا كنت شوية في دكتاتوري يعني لو أنتم كنت تعابلتم معي أيام شبابي كنت عطلين لأ أختلف عن كتير جدا من الزعماء اللي أنتم يعني مش عارف إيه كذا دلوقتي إيه أنهم دكتوري فكان فيها حتة دكتاتورية دي فبالتالي وقفنا وقفة صارمة وكان أهم إدارة نأسسها ونقوية كانت إدارة الحسابات والماليات والمراجعات المالية والتدخيق المالي فتحول من إن ما فيش إلا موظف يعني الكلاركينج يعني كاتب حسابات إلى إدارة فيها تمانية أو عشرة من الناس اللي معاهم مش ماجستير ودكتوراه نوعهم الزمالة في الحسابات والماليات بدأنا ننتشر بقى في العالم سواء كان في المؤسسات أو سنقل كان دلما اتكلمت معاكم لما كنا نتفرج على الخرائط في المجلات اللي هو الطيران إلى آخر نتوسع بقى في العالم كله لا أصبح في عشرين أو تلاتين مكتب للمؤسسة في العالم بس ده كدخد عشرين أخد سبعتاشر سنة سبعتاشر سنة ليه يا شباب لأن ده بيديك فترة للندوق الفكري والندوق التنفيذي والندوق المعرفي والندوق الخبرة اللي ييجي معاها فلوس كتير من أول يوم بيفتح تلاتين واربعين مكتب حيصت وأنا بخاف على الجمعيات اللي هي المنفوخة دي اللي بيكون معاها أموال بسم الله ما شاء الله من دولها الغنية بتقولك لا أنا هعمل تلاتين مكتب أقوله بأمرت ايه بأمرت ايه يعني كنت في أحد الجلسات كنا جلسين في المكان ما لنذكر أسماها الدول وطولهم ده أنا بلتم ليه وحبي يقولني عايز أنا عندي دوقت عشر مكاتب ميدانية وعندي مكتب واحد لجمع المال وعايز ايه أفتح في تسعة وثلاتين دولة أنا كنت حصوت ده مش عقليتي أنا عقليتي ايه إن أنا ابني أخلفه أربي لما عنده عشر سنين عليه مسؤولية معينة عنده خمشة سنة عليه مسؤولية معينة عنده عشر سنة عليه مسؤولية وهكذا فأوه تنخدعوا بكمية المال ناحتهدلكم مشاكل لا يمكن المال وحده بيكون هنا في خبرة في فكر في رؤية في هدف في معرفة للعمل اللي احنا بنقوم بها ففي 95 لألفين واحد كان بناء الهكال الداخلي وما زلنا برضا كنا في الهرم الانفعالي يعني بعد سبعتاشر سنة بعد سبعتاشر سنة لو رجعت للمحاضرة بتاعة اليوم الاثنين هنقل نحن ما زلنا في الهرم العاطفي الانفعالي بس كنت بننظم كيف كيف ان الهرم ده يعني انه هيك المؤسسة عشان تستغل في المجال العاطفي بحرفية اكتر ده لغاية ألفين واحد الشريحة اللي بعدها من ألفين واحد لألفين وتمانية ألفين واحد طبعا كلنا بلا استثناء كلنا بلا استثناء شاهدنا ما حدث في أمريكا في نيويورك وفي واشنطن من اللي هو الهجامات بتاعت 11 سبتمبر والعالم كله تأثر بها سلبا وليس إجابة وما ده إلى الآن مؤثر عننا كان لنا موقف مشرف جدا احنا في المؤسسة وذيما أنا أعذكر القصة اللي بدي قصة حقيقية لكم يا شباب كلكم أعتقد في آخر سبتمبر كنا يعني كنا في الحمامات يعني في المكتب بتاعنا بنقسل أدينا بعد محرقنا من الدورة المية كان دار حوار ما بين ثلاثة أنا كان رئيس وقام بدكتور أحمد أحمد موسى اللي هو مسؤول الإعلام واللي هو التواصل والآي تي وآدريان اللي هو كان مسؤول اللي هو أحمد كان مسؤول الإعلام اللي هو الكمبيوتر والبرائم بتاعته فأدريان كان رجل إنجليزي مخترم جدا للمسيب الخير يعني أضاف إضافة غير عادية على شرور بدأنا نوظف غير المسلمين من التسعينيات سامعين غير المسلمين من التسعينيات للي عندهم شيء مش عندي ومجرد المجتمع ليه ما استفدش منهم ليه ما استفدش منهم إلى آخرة فأدري كان بيقول لنا إيه إحنا بقى مفوض نوطي رأسنا لعاصفة جامدة قلت له لا يمكن والدكتور رحمة رفق معي لا يمكن لا يمكن نوطي رأسنا ليه لأن إحنا جزء من الأمة الإسلامية اللي موجودة في أوروبا واللي موجودة في أمريكا واللي موجودة في أفريقيا واللي موجودة في أسيا واللي يحصل لهم يحصل لنا والإساءة لهم إساءة لنا والإنجاز لهم إنجاز لنا وهنا نتصدق كل هجمع إعلامية سمعين كانت الرد الانفعالي لنا على أحداث سبتمبر عملنا إيه عشان نكون عمليين قلنا لابد نختار مننا متحدث رسمي على مستوى خمسة وعشرين مكتب في العالم خمسة وعشرين أو تلاتين دولة قلنا لابد إن إحنا ندرب أربعة أو خمسة بانتبار المدارقة بتوعنا إزاي يوقعوا الكاميرا مش كل واحد يروح يوقف قدامك كاميرا سواء كان بلحية أو من غير اللحية أبيض والأحمر والأصمار لا الكاميرا عايزيها ناس يتدربوا ودفعنا في يوم واحد قربة أربعة تلاف جنيس تلينا عشان ندرب أربعة مننا أو خمسة مننا يوم واحد في سنة 2001 فكان سياستنا في الوقت ده إن ما فيش أي مجلة أي تلفزيون أي جريدة تتحدث عن تطلبنا إلا وإحنا معها مدافعين عما عن القطاع الخيري العربي والإسلامي وعن الأمة الإسلامية وعن المسلمين اللي في أوروبا وأمريكا في كل حتة في العالم ونجحنا نجحنا نجحنا ما استخبناش بس قبل 2001 يا شباب اسمعوا أرجعكم قبل 2001 فعام 1993 سجلنا الإغاثة الإسلامية في الأمم المتحدة عشان نكون نحن في وسط مع معة صناعة القرار السياسي الإنساني الدولي يعني عرفنا بالمؤسسات الدولية والحكومات عشر سنوات أو ثمان سنوات أو ثمان سنوات قبل أن يأتي 11 سنة فحذاري حذاري أنك تقتنع أو تقتنع آياتها الأخت أنك تعرف فلان فلاني هو حينجيكي من العاصفة لا سيدنا نوح ما نجاش ابنه عليه السلام لكن الاستعداد بتاع سيدنا نوح وبناء المركب أو الفلت هو اللي نجا كل المجتمع المؤمن مش مجرد يعني جدعانة لا 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 فابنه يقولنا أنا حافر أجابة لا مش حينفع غير ابنه لكن كل اللي ركب المركب نجل يبقى احنا بقى ركبنا المركب أمتى يا شباب ركبنا المركب عام 1993 يعني قبل 11 سبتمبر بثمان سنوات وقبل نركب المركب كنا احنا فتحين أبوابنا من 91 و 92 خاصة في قضية البوصنة عشان ما تخسرس خلط الأوراق فكنا بنحضر كل اجتماعات الأمم المتحدة اللي ما تعمل في داخل البوصنة سواء كان في ساريفو أو في زغرب في محاب فمن 2001 ل2008 كان في حراك مجتمع عايزين نعمله حصل في تفجيرات في بريطانيا في 2005 في 2005 فكان توجهنا هنا ان احنا نحول جزء من المال بتاعنا يتعامل تتبرع للعمل الاجتماعي داخل الدولة الوطن البريطاني اللي هو الشراء اللي هو العربات الإسعاف والتحالف مع عمدة مش التحالف يعني التعامل مع عمدة بريطانيا عمدة سوريا عمدة لندن عشان شراء هذه العربات الإسعاف وتوزيعها على المراكز اللي هي المحساجها المصابين عشان يكون لنا جزء في المجتمع احنا دينا جذور خارج المجتمع المجتمع الدولي لكن بنجدر جذورنا داخل المجتمع البريطاني عشان فيه عشان نخدمه فكان ده النمو الفكري المؤسسة بنسميه الحراك الإنساني أو الحراك المجتمعي والتحدي الفكري احنا كنا نتصارع بيننا وبين بعضنا على اسم المؤسسة احنا مش عايزين لأن كان في حرب بشارسة والدروس في فرنسا على الإسلام في الأوقات فاربعة وتسعين وخمسة وتسعين كان مكتب فرنسا فقط متفرغ للرد على اللي هو الجرائد والتليفزينات اللي بتسب في كل شيء اسمه مسلم وكان فيه توجه ان نغير اسم مصر كلنا لا يمكن نغير هذا الاسم لكي يتعلم العالم وهذا الجميع كي يتعلم العالم كيف يتعامل مع مؤسسة قيامها اسلامية ومعاييرها إنسانية وناشئة في الغرب ونجحنا يعني أنا أبشركم إن في خمسة من هذه المؤسسة أخذوا نوت الاستحقاق أو اسمه وسام من الملكة في 2004 كانت أنا في 2006 كان فيه شاب تاني اسمه واسيم في 2008 كان فيه شاب اسمه جنجير جنجير باكستاني بعدين بعدين كده هو كان فيه في 2013 أو كذا كان فيه أو 14 كان فيه شاب من أصل يمني اسمه سعيد من أبناء بردك المؤسسة والسناء دي في 2021 شاب يبقى خمس خمس نجوم على اكتاف الجالية الإسلامية من أبنائها اللي كلهم قبلوا بلاءا حسنا في أنهم انتموا إلى مسيرة مؤسسية إنسانية لها قيم وأخلاقيات إسلامية إنسانية لها قيم وأخلاقيات إنسانية من أصول عربية وأصول أعجمية أنا كلمت عن المستقرار المجتمعي ومستقرار الشعوب إلى أخيرا فهنا بقى في 2001 إلى 2008 حننتقل من الهرم الانفعالي أو العاطفي إلى الهرم التلاحمي الاجتماعي وده كان فيه كلمة أرقية في مكتب العمدة اللي هو كين ليفينغستون بعد تسليم هذه الأموال بتاع التبرع لشراء عربات الإسعاف كان مضمون هذه الكلمة جملتين جملتين يا شباب لقد استطعنا أن نبدأ حركة إنسانية عالمية بقيم وأخلاقيات إسلامية ونجحنا وما زلنا ناجحين ورأسنا مستفع فعلينا هذا في 2005 أن ننشئ حركة مجتمعية إنسانية لها قيم وأخلاقيات إسلامية وده أصعب أصعب لأنك تضطر أنك تنزل لقاع المجتمع وتعامل مع كل مكون مجتمعي داخل المجتمع فحنا انتقلنا من الهرم الانفعالي والهرم العاطفي باستمر معانا هذه المطرة إلى الهرم التلاحمي اللي هو ما بين 2001 إلى 2008 يعني كان بعد 24 سنة 2008 أنا شخصيا أتكلم لو أنا أتكلم عن نفسي قررت أن أترك العمل الإغاثي اللي هو العاطفي الانفعالي واتحول إلى العمل اللي هو التأهيلي التدريبي التلاحمي اللي هو التواصلي التشابكي كذا الفكري ده من لما أخرجت وتركت الإغاثة بدأنا نؤسس جمعيات بسيطة ميزانيتها داخلها لا تساوي ميزانية المكتب اللي أنا كنت بترأسه فقط بش ميزانية المؤسسة لأنني كنت بترأسه سألت بعد كده من 2008 إلى 2021 دي رحلة ثانية بس أنا هقول لكم أنا كانت ونف يعني مسؤول عن المؤسسة هو رئيس لي كان ميزانية المكتب بتاعي لأنه فيه كانت ثلاث إدارات إدارة للبحث وإدارة للأدفوكسي يعني مناصرة وإدارة للعلاقات الخارجية كان بزانيته مليون واثنين من عشرة لما دخلت على الجماعات السؤالة نحن بدا نأسسها عشان يكون لها توجه تاني أكبر جمعية فيهم ما كانتش بتعدي 200 ألف دولار ومنعرفش اللي معها أسألكم بعض الجمعيات فيه جمعية كان اسمها محاربة الإيدز تقفعت محاربة الإيدز من وجهة نظر وثقافة إسلامية وعملنا مؤتمر كبير موجود في جنوب أفريقيا في 2007 كان ناجح حضروا أكثر 200 شخصية مسلمين وغير مسلمين ونجح المؤتمر لكن الجمعيات الإنسانية الخيرية العربية الإسلامية ما كانش عندها طول النفس إنها تستمر في دعم مسيرة عمل شيء يناصر مرضى الإيدز واستطرنا أننا نغلق هذه المؤسسة فيما بعد عملنا حاجة لسوماليين اسمها لجنة السومالية الإغاثية والتنموية للسومال واضطرنا أننا نوقف للوقت وكذلك اليمنيين الجليات ما خذتش منها الحاجات دي كلها خلاص إحنا عملناها عملنا حاجة اسمها الثاني المنتظر الإنساني المنتظر الإنساني ما كانش يجيب فلوس لكن قد يجيب فكر وقابل الناس في العالم يتقابلوا مع بعض يتقابلوا مع بعض ولأننا بدأنا ندخل في مشاكل في التمويل محدش مقتنع محدش مقتنع فدخلنا في الهرم الثالث اللي شايفونه قدامكم ده دور الفلسفي الفكري لكن ما كانش لي أي دعم فعلشان يستمر فكر المنتظر الإنساني خلنا يتلاحم أو يندمج مع جمعية أخرى اسمها بيت الزكاة اللي موجود في لندن في بريطانيا علشان نستطيع أن نقلل العدل الموظفين ونستطيع أننا ننتقل بهذه المؤسسات اللي فيها فلسفة فكرية وثقافة وتدريب وتأيين ومناصرة إلى آخرية وتستمر بجانب المؤسسات المليارية اللي بتجمع اللي هي مئات الملايين كل سنة ولكن هي قد تكون مش مقتنعة بالبحث والتواصل إلى آخرية إلى آخرية فده اللي حصل ما بين 2008 و 2021 يبقى احنا نرجع للمحاضرة اللي قالت يوم الاثنين الماضي نجد أنك فيه سبع أهرامات احنا ما زلنا يعني احنا مش احنا كلنا يعني مؤسسة أو اثنين أو ثلاثة ما زالوا على استحياء في الهرم الثالث اللي هو الهرم الفلسفي الفكري لكن احنا انتشرنا في العالم كله إلى آخر فلما ننظر لمسل هذه الأهرامات ولمسل هذه المسيرة في قرابة الأربعين سنة هي مش سهلة لكنها سهلة تعرفوا مستهلة لو انت بسطت لها وأبطت أربعين سنة ياه طبعا هنعمل ايه مية حين لأربعين سنة لكنها سهلة مجرد ما تضع رجلك اليمنى ستستمر في المسيرة إلى ما شاء الله وستستمر المسيرة فيما بعد أبدا الظاهر أبدا الظاهر لو احنا مريك نتكلم عن هذه المسيرة كيف بدأنا ما كانش أرجع ألخص بس حاجات بسيطة عشان ننهي الكلام وانتوا تسألوا الأسئلة بتاعتكم وتقولوا بتاعتكم ان ما كانش موجود إمكانيات ما كانش عندنا مكتب ما كانش عندنا أسماء رنانا ما كانش ورانا تشكيلات كبيرة واللي يقول لك غير كده أقول له انت كداب أنا لسا عايش أنا ممتش لسا ما زالت حايل أرزق كان أغلب اللي مستغلوا معانا مرتوعين شباب شباب الثانوي وشباب الجامعة شباب الجامعة جزئين جزء اللي هما الشباب العربي اللي جاي أو المسلم اللي جاي من خارج جديد الدكتوراه والماجستير وجزء اللي كان فيه الجامعة وكان دول لسا قليلين جدا 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 لأن الجيل الأجيال الجالية المسلمة اللي كانت في بريطانيا لم تكن وصلت إلى المحارة الجامعية بعد كان كل يما في تذائق أو في صناف قد كان أغلب أبناء المواطنين البريطانيين المسلمين من في المراحل السنوية معانا وكذلك في على أبواب الجامعة لكن كان معانا شباب جايين من دول كثيرة جدا في العالم الدكتوراه والماجستير وخاصة الشباب الماليزي والشباب السعودي إلى آخره إلى آخره إلى آخره فلذلك أنا بنقول على مثل هذه الأمور إنها مسيرة خلت لها قرابة أربعين سنة وعايزين قولاتوا حباتوا إن شاء الله هتكون أنتوا أحسن وأحسن وأحسن بس هذا هو الطبيق العملي لما قمنا به في خلال الأربعينية الماضية هل في شريحة تانية بعد كده يا أختي؟ لا يوجد دكتور هذه هي آخر شريحة الهرم الفلسفة الفكري ده هو اللي إحنا نقفين عنه وده مش سهل مش سهل نعمله لكن علينا نعمله لكي نصنع فلسفتنا نصنع فكرنا نصنع قيامنا ونصنع ثقافتنا ونصدرها العالم كله ونصنع شخصيتنا المؤثرة إيجابيا على شخصيات باقي الشعوب أنا بشكركم جميعا وأتمنى أننا أكون طبقت ما قلت في المحاضرة الماضية في يوم الاثنين الماضي على أننا نفتح الباب على مسرعيه للأسئلة أو التعليقات أو الانتقادات إلى آخر جزاكم الله أخير تفضلي يا أختي شكرا جزيلا لك دكتور بارك الله فيك دكتور هاني على هذه المحاضرة القيمة الأخوة والأخوات من عندهم مداخلة رجاء يعني ممكن أن نفتح له المايك هل يوجد مداخلة؟ هل يوجد مداخلة؟ تفضل أخ حليم السلام عليكم كيف الحال دكتور هاني معاك حاتم الكرد؟ حاتم؟ حاتم أيوة حاتم الكردي؟ الكرد ها طيب بسي تفضل زاد فضلك دكتور النقطة الأولى الحاب أسأل عنها نقطة العمل الفلسفي أو التمويل للأعمال الفلسفية يعني بتواجهنا هاي المشكلة بطريقة رهيبة جداً لو بدنا ننشر قيمة أو رسالة ما بنلاقي داعمين لإلها بطريقة صعبة جداً حتى الداعمين بتهربوا الموضوع الفلسفي هاي النقطة رقم واحد النقطة رقم اثنين بالنسبة للمتطوعين المتطوعين يعني هل لهم أجر كالجمعية مسؤولة عنهم كأجر مادي يعني باللاحظ احنا هاي في النقطة في كثير من الجمعيات تستغل المتطوعين أو تستعتمد على المتطوعين في البناء والتطور لكن فيما بعد لا يتم الاستعانة بهلاء المتطوعين بحيث يكون موظفين دائمين في الجمعيات فتعليقاتك وتعقيباتك على هاي النقطة تينا اه اما بالنسبة للنقطة الاولى كذلك من الخير يا اخ حاتم اما بالنسبة للنقطة الاولى فدي معضلة عند كل المانحين فعشان نتغلب عليها لابد نحن نقعد كجمعيات مع بعض نفكر كيف نصنع هذه الفلسفة لنفرض ان احنا عايزين نعمل ورقة بحثية لفكرة معينة هتكلف عشرين تلاتين الف دولار بدلا نروح انا المانح هقول له اديني عشرين تلاتين الف دولار هقول لك لا ما عنديش فيلي اقعد انا مع اربع خمس جمعيات نقعد مع بعض نتفق لاننا هنعمل مع جامعة معينة فكرة معينة هتكلفنا كل جمعية تلاتة او اربعة تلاف او خمس تلاف دولار فلابد يحصل في تلاحهم ما بين الجمعيات وبعضها علشان نقلل قيمة امراض هذا العمل المهم المهم ونسحت الاخرى لنفسي قبل ان تكون لكم ان احنا ما نحاولش نعمل الابحاث بانفسنا ان كنا عندنا الفكرة وعندنا اللي هو المادة الخام فنتشارك مع احدى الجمعيات المرموقة يعني مثلا احنا الوقت بنعمل حاجة عن فعالية المساعدات مع مؤسسة اوروبية وانا عارف لو في مؤسسة اوروبية داخلة معانا المانحين العرب هيقول لها خد فلوس قبلك عشان تجذب المانح العرب تقول له والله ان انا جامعة معينة محترمة بكذا وكذا 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 وانا فيها وده بنحتاج اما ان انت بتعمل تكتل مع بعض الجمعيات الصديقة ليك حيث المشروع يتقسم على اربعة او على خمس او ستة جمعيات يكون بسيط واسماء الجمعات دي كلها موجود عليك واما ان كون انت شريك لاحدة الجمعات اللي موجودة واحدة الجمعيات الكبرى اللي موجودة والامر اللي على طول ماذا باي تعمل انت اوقاف من اول يوم يا اخ حاتم يا كرد فكل تبرع يجيلك تاخد منه نسبة ولا واحد في مئة أو تنفة مئة اوقاف وتكون الاوقاف دي موقوف ولا تأثير مثل هذي الامور والاوقاف دي وللأسف اصبحت مهمالة واحنا مش عارفين قيمة الاوقف ايه ومش قادرين نستوعب دور اللي كان بتكون بيه اوقاف المسلمين في الماضي لان حينما اتب بعض الحكومات العسكرية اول ما عملت استولت على كل الاوقاف بتاعت اي تشكيل مجتمع مدني داخل الدول لان الاوقاف بتاعت الاستقلالية سياسية في صناعة القرارة السياسية لهذه الجمعيات ده بنسبة للسؤال اول بنسبة للسؤال الثاني المتطوع هو مستقبل مؤسسة ولابد ان تكون داخل مؤسسة له ولها ادارة طلعا وطلعاها لان انا عايز استثمر في هذا المتطوع وهذه المتطوع اللي كان يصبح واما في يوم من الايام رؤساء المؤسسة انا اديك مثل اضل حضرتك في 2000 لا مش 2000 في 1996 سفرت العراق انا وشاب اول اول مرة اول مرة كانت في ابريل اول مرة كانت في يوليا في نفس السنة يعني مع شاب كان لسه عنده عشرين سنة ومتخرج من الجامعة وكان متطوع في المؤسسة من ايام ما كنا بنعمل الدورة الرياضية لكرة القدم وكذا 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 هذا الشاب التحق كان موظف صغير بعد عمل تطوع سنة ولا سنتين في المؤسسة وفضل يستمر في المؤسسة الى ان وصل اليوم تابعه في الوقت هو ايه دلوقتي هو حاليا دلوقتي مدير قطاع المشاريع ما شاء الله لو التاني اهم او اول اهم قطاع بعد رئيس المؤسسة ومشاريع المشاريع ده اللي هتلاقي فيه تسعين في المئة من مزينية المؤسسة اللي بتجمع وتصرف فبالتالي المؤسسة اللي تاخد المتطوع على انه هيوازن حب تقرأة في الشارع هيوقف كده يقص الشريط هيوقف مع الناس يمشي ايو ده جزء من العمل لكن المتطوع لابد انها ننمي قدراته حتى لو ما اشتغلش عندنا يابد نعمل له برنامج ونعمل لها برنامج حتى لو ما اشتغلتش عندنا يعني ممكن انت شفتني وانا في اليمن لا مش في اليمن اسمها اسمها يا ربي في تركيا في تركيا كان معايا بنتين ولا لا باش بالزبط اه البنتين دون مش سبابل كان متوعات قبل كده ما شاء الله واسمها دلوقتي اليوم حيثية داخل المؤسسة انا بقول لي الشباب هاتوا المتوعين هاتوا سافر بها مش عايز الجماعة الكبارة لزي حضرتك لان استثمار فوحة زي حضرتك مش هيفدني لان خلاص انت السن الاربعيني والسن الخمسيني خلاص وصلوا للتكلس انا عايز الناس اللي هم ما زالوا الشباب صدريني هاتوا استثمر فيهم عشان هم يكونوا في المستقبل اما بالنسبة للمال اللي يعطى المتوع من حق المتطوع ان انت تعتيره الموصلات ومن حق المتطوع ان انت تعتيره واجبة في اليوم مخبلك يعني انه حيث يعطى معك كزي الموظف مخبلك في بعض المؤسسات بتدي بيسميوا حاجة اسمها يعني دخل بسيط جدا من الشاب يعني بيساوي حوالي 300 او 400 دولار في الشهر بيكون الشاب او الشاب هي مسؤولية عن نفسها تبقى تتفى عن موصلاتنا عندها او تقول الام المتحدة ما بتديش فلوس مخبلك لكن كونك هتخش في انظمة الام المتحدة هتتعلم للنخاع فلذلك يا اخوانا انا اول شيء شفته في الشباب الصغارين وانا كنت بشتغل لسه ما كنتش طبيب كنت لسه بتمرن كان اهم شيء في القسم في المرور في المستشفى بيجيبوا الطالب بتاع كلية الطب فيخش رئيس القسم او البروفيسور اللي في القسم بتاعف يقول لقلم الممرضة وللحكيمة ولدكتور المقيم وللنائب والكونسلطان الشاب ده او الشابة دي هم اهم شيء عندك في المستشفى يعني معناها الشاب الصغير الذي لم يصبح طبيبا بعد معناها المتطوع اللي احنا مندربه عشان في يوم الايام يصبح له رئيس المؤسسة فيما بعد ده بالنسبة للسؤالين بتوعك كذاكم الله خير جزاك الله خير شكرا لحضرتك دكتور وبارك الله فيك على العمل الخيري اللي قمت فيه خلال مسيرة عمر ما شاء الله ربنا يكرمك ربنا يحفظك ويكرمك يا رب شكرا لبتك دكتور تفضل يا اخت تفضل الاخ توفيق السلام عليكم دكتور كيف حوالك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته توفيق احمد من اليمن يا اهلا وسهلا باهل صنعة واهل تعيز حياكم الله تفضل الله يحفظك يبارك فيك والله سيدي الكريم طبعا كان هناك عوامل تشاعد على ظهور ونمو تلك الجمعيات يعني عندما تكلمت اليوم كيف بدأنا كان هناك يعني عوامل كثيرة ساعدت على ظهور ونمو ونجاح مثل هذه الجمعيات لكن اليوم الاكبر معضلة تواجهنا في المجتمع المسلم لا اقول لك في المجتمعات الغربية في المجتمع المسلم اتهام والتشويه واغلاق الجمعيات الخيرية فكيف يمكن تجاوز مثل هذه المعضلات والظهور بل أنه صدرت قوانين في كثير من البلدان الإسلامية الإسلامية ما هو الأجنبية يعني فقط الإسلامية المجتمعات الإسلامية صدرت قوانين تمنع جمع التبرعات تمنع إنشاء مثل هذه الجمعيات أيضا باسم الحوكمة يعني كالتفاف يعني كما تشرفت حضرتك بالقول أنه لمحاولة يعني منع ظهور هذه الجمعيات الخيرية فكيف يمكن للجمعيات تجاوز هذه المعضلة وهي معضلة يعني ليست بالسهلة حقيقة مبارك الله طبعا أنا بس مش عايز أقلد الأهل والشباب الموجودين في بعض المناطق اللي هي الحريات المدنية تكون شبه معدومة فيها مبارك يعني أنا مثلا حضرت اليمن في التسعينيات وحضرت اليمن في أول ألفية وقبل الأهداس الأخيرة متحدث مبارك ففي الفترة بالذات بغض النظر عن الشكل كان يسا فيه جزء من الحريات المبنية على الثقافة القبلية اليمنية كان فيه جمعيات في اليمن في الفترة دي بتجمع مئات الملايين من الدولارات من داخل اليمن من داخل اليمن قبل ما يحصل الأحداث الأخيرة اللي احنا شايفينها بعد ستة أو سبعة سنوات دلوقتي ربك فطبع أن المجتمع اليمني مجتمع قد يكون بعض الناس يقولونه فقير لكنهم مجتمع معطاء لمستنا نسل هذا الأمر أيضا في قضية البوصنة في مصر في في التسعينيات جمعات عشرات الملايين بالرغم أن كان فيه شبه تضييق مش صديق كامل عن طريق الأفراد وعن طريق الجمعيات حالياً اللي انت بتشوفه بعد 11 سبتمبر وبعد حرب على الإرهاب وبعد 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 انت محق هذه الجمعيات عندها وسلتين أو نول الوسيئة الأولى الوسيئة الأولى أنا كجمعية يمنية أو كجمعية سورية ما عنديش مجتمع أجمع منه اللقتي في اليمن ليه للأسف يعني الحرب اللي حصلت اللي هو اللي هما يعني الفقر أصبح القاسم ومشترك الأعظم والحاجة أصبحت القاسم ومشترك الأعظم أتتوأم مع مؤسسة أوروبية أنا أعمل مشهية على الأرض وهي تجمعي الفلوس في الخارج أنا كان عندي عملنا حاجة اسمها بالإنجليزي الفاتكس يعني القبلة التخينة مشهية بقى ترجمة بالعربي إزاي دي كلمة فات بالإنجليزي معناها F A T اللي هي الفند يعني المال ال A اللي هو الادفوكاسي يعني المناصرة ال T اللي هو الترينيج ده وظيفة مين؟ اللي هو المناصرة والتدريب وجمع المال ده وظيفة مؤسسة الدولية اللي في الخارج اللي أنا كيمني ومؤسسة يمنية هتشارك معها وأعمل إنها أديها المشايا اللي عندي والمعلومات علشان هي تجمع الفلوس بإسمها أنا بقى ما أعمل إيه بقى كيمني على الأرض عشان لازم يكون لشريك خطي بقى لك يا أخي يا أخي توفيق لازم يكون لشريك أنا بقى عندي إيه؟ عندي المادة اللي إيه؟ اسمها الكيس اللي هو المعلومة أنا عاني أكتر واحد عندي المعلومة لتنجح هاي مشروع لأن أنا كيمني قاعد على الأرض ما فيش حد يعرف المعلومة دي زي أنا دي نمرة واحد knowledge based دي نمرة واحد الـ eyes innovative وعندي اللي هي حيثية الإبداع innovation يبقى معلومة وإبداع الـ S الأول هي sustainable اللي هو مستدام والـ S التانية solution إيما الحل المستدام أنا كيمني عندي المعلومة وعندي التوجه الإبداعي لوضع الحل الدائم من المشكلة يعني فلوسك أنت يا مؤسسة دولية بتساوي اللي هو الفكر بتاعي حاجة دي فلابد المؤسسات اليمينية تتكامل وتتشارك مع المؤسسات الدولية فكتب جدا من المؤسسات العربية والإسلامية موجودة في أوروبا وفي أمريكا بعض الدول العربية عشان دلوقتي ما عندكش أنت يا أخ توفيق ما عندكش قاعدة شعبية جمارية تجمع منها المال يبقى حيبقى قدامك حيبقى قدامك معضلتين دلوقتي من جمع المال ومعضلت تحويل الأموال حيبقى عندك معضلة واحدة لعملية تحويل الأموال وده أصبحت مابد بيحصل فيها ضغط على الحكومة المركزية في أي دولة من الدول في العالم علشان الأموال تصل لمستحقية وخلي بالك أخ توفيق وليك كلكم يا شباب البنوك أصبح هي المسؤولة عن المنع وعن الصرف بحيث أن أصبحوا يدعو المسؤولية على المدير البنك أو حتى على المدير الإدارة أو مدير القسم على الشيك بتاع التحويل فده خطوط البنوك إنها مكبلة الأمر الأخير نحن نقول عليه إن إحنا إنها دلوقتي الذي يتحكم ويحكم الخناق على كل العمل الإنساني في العالم هي المؤسسات الكبرى اللي موجودة في الأرض سواء كانت مؤسسات أمنية مؤسسات إخبارية أو مؤسسات مالية بنكية يعني هم عايزين بعض الحاجات اللي أنت ممكن بعضهم يستحسن عملك إنك ما تغلطش كان فيه مثل في مصر بيقول لك إيه اعمل الصح يحتال عدوك فيك ما تغلطش بالرغم إن في بعض الأعداء برضك هيقول إنه غلط حاول إنك ما تغلطش دي نمرة واحدة حاول يكون لك ثقافة قريبة جداً من الثقافة اللي هم فرضينها علينا نمرة اثنين حاول يكون لك معياريات وسياسات هم طالبينها إذا كنت في اجتماع من الاجتماعات وبنتكلم على السياسات فواحد من رئيس الجلسة كان يعني استخف بي كده وقال لي كلمة كده يعني جرحتني شوية فطبعا الناس اللي كانوا هم من المؤسسة بتاعته فاعتذروا لي بيني وبينهم كده وقالوا لي هتلي بعض السياسات بعض المؤسسة في أمية سياسة طبعا عندكم سياسة فطبعا صعقوا سياسات السياسات في سياسة دلوقتي كافة الإرهاب في سياسة التعامل مع النساء في سياسة التعامل مع الأطفال في سياسة بنسموها اللي هو اللي هو يعني هم بيحصل تحرش كلمة دي للنساء اسمها ايه اسمها مشدي ريسكنج اسمها حماية المرأة من التحرش من الرجل قد تكون الأمر هي المغرضة لكن في سياسة يقولك ايه سياستك لو حصل حاجة زي كده فكل هذه السياسات مكانش موجودة من قبل فبعض البنوك بتقولك ورنين السياسات بتاعتك بعض الدول بتقولي ورنين السياسات بتاعتك هل إحنا مستعدين نعمل مثل هذه السياسات عشان حتى الداعمين سواء كانوا دعمين أم المتحدة والأتحاد الأوروبي أو المواصل الدولي بقولك أنا عايز جوف ساستك كذا عملت الأطفال وهكذا فدي حاجات من الحاجات اللي انت بتعملها الأمر التاني هم بيطلبوه ساعات يقولك ورينا مين هما أعضاء مجد السدارة فلو انت بتوري لهم نقولوا أعضاء مجد السدارة الذكور هفهمش يا ناس دي بتعتبر عالم تستفهم كلهم بلاحية من غير حاجة دي عالم تستفهم تاني وهكذا لأن في فكر لابن كنت بتكلم شوية مع أخونا حاتم الكرد دي ما أتكلم عن حكاية الفكر دي الفكر ده الناس حطته فقالت لك المؤسسة الجميلة اللي عندها فلوس المؤسسة شكلها كذا بغض النظر انت هتتفق مع الشاكل اللي ما تفقش مع الشاكل انت حر لأنه بقولك إيه ساحب القرار اللي بتحكم في الأشياء اللي انت بتتكلم فيها ده هو ينظر للعمل بتاعنا بهذه الصورة خدت بالك وجود الشباب المؤسسة مين هو المراجع الخارجي بتاعك هل هو المراجع الخارجي من داخل القطر بتاعك ولا المراجع خارجي الدولي معروف عن مستوى العالم والدولي ده بيتكلف عشرات الألاف من الجنهات أو الدولارات إلى آخره فكل هذه الأشياء المؤسسة المحلية مش تقدر تقوم بها إلا لو كانت عاملة شراكة مع مؤسسة دولية تستطيع التكامل معها عشان تقويها وتنميها وده كان أحد مخرجات مؤتمر قمة الإنساني اللي عقد في اسطنبول في 2016 اللي هو بيسموه أو التوتين العمل الإنساني في داخل مجتمعات المحلية شكرا يا أخو عبد الله تفضل أخي حليم تفضل أخ حليم حليم تاني ولا حليم دوحة تاني حليم جميعا مع بعض والشجرة التي زرعتها يعني يجن ان شاء الله ملايين من المسلمين في البقاء الأرض من ثمارها معك حليم مغنم مصري أعمل في الكويت من أربعة وعشرين سنة في نفس المجال العمل الخيري طيب كويس علمنا بقى حتى أضيف لنا أزاي الكلام يا أستاذ أنا استفدت كثيرا من المحاضرة السابقة وما كانش لي يعني الشرف أن أنا يعني مداخلة وكذا فقلت أجيلها لهذا اليوم ونتعلم من حضرتك يعني استغفى الله عزيزي حضرتك اللي بارك فيك يعني من خلال العمل أو من خلال يعني علاقتي بكثير من المؤسسات الخيرية هنا من الداخل يعني وليس كلام نظري طبعا الهم الأوحد الأهم الوحيد اللي هم اللي بيتسابقوا فيه هذه الجهات يعني جمع المال لكن مسألة اللي حضرتك تفضلت بها المحاضرة الماضية الاهتمام أو الاهتمام بالصف الثاني من العاملين في المؤسسات الخيرية يعني لا أجد اهتمام بالصف الثاني أو تأهيله أو تدريبه أو أو إيجاده أو خلقه ما فيش إلا ما رحم الله الأمر الآخر مسألة الاهتمام بالعميل اللي هو الأول الداعم هو أولى أو هو في المقدمة ومع إهمال العميل اللي هو العامل اللي بيعمل في هذه المؤسسة يعني يعني خلا ما تجد مثلا اتش آر في هذه المؤسسات وإذا وجد هو بس فقط على الورق ليس له فاعلية ليس له دور في تأهيل هذا كل إنسان على دراعه كده هو بيؤهل نفسه يحضر دورة هنا دورة هنا دورة هنا دورة هنا إلا مرحم الله فلا أدري إلى أي إلى أي يعني مدى يستمر هذا اللي أنا أسميه إهمال لعنصر مهم جداً اللي هو الموظف الذي أفنى عمره في هذه المؤسسة دون أن يجد أي اهتمام أو أي تقدم من خلال هذه المؤسسات هل أنها مؤسسات خارية؟ هل أن المال هو مش مال مش بتاع حد أو المؤسسة مش بتاع حد تشعر يعني شغلة أخيرة تشعر كأنك داخل مسجد من خمسين ستين سنة مثلاً في بلادنا في مصر تجد أن رواد المسجد إذا ماتوا لن تجد أحد يدخل مات كلهم كلهم تجاوزوا الخمسين تجاوزوا الستين عنصر الشباب ليس موجود في في كثير من المؤسسات وما الحل وما العمل وما رأي حدثك في هذا زودت الأوجاع علينا الأخت اللي بدي لك قلت اسمها يا علشان عشان مسلاً دهلك باسمك أنا اسمي أم شام إيه أم شام أم شام أم شام مرة واحدة يعني شام كلها بسم الله ما شاء الله يعني أنت أم سوريا وأم لبنان وأم إيه سوريا ولبنان والأردن وفلسطين صلاة النبع في جمعية في سوريا في تركيا اسمها شام الخير ربماً كلها علاقة بها شام الخير أم شام دي هي أم يعني أنت خلفتهم كلهم بسم الله ما شاء عندي خمسين مليون طفل لدلوقت ربنا يا كريمك إن شاء الله وتخلي بالك منهم شكراً جزيلاً بالنسبة لأسئلتك يا أخ حليم أنا كان لديها محاضرة من أسبوعين اسمها عشرين نوع منها نوع المؤسسات الخيرية صنفتها من عندي من فكرة أنا مؤسسة العمياء العرقاء العوراء المؤسسة المشلولة المؤسسة اللي هي مجمدة المؤسسة المميائية في الأنواع دي موجودة أما الرئيس المؤسسة اللي مهتمش بموظفين هو يرتكب جريمة يرتكب جريمة تعرف ليه؟ لأن أنا لما أهلتش لو أنت مثلا وظفت حليم أو وظفت توفير أو وظفت أم شام أو وظفت حاتم وقعدوا عشر وعشرين سنة لم تنمي قدرتهم وبدأ يخطئوا وفترة العشرين سنة دول اللي توظفوا فيها الأربع موظفين دول يعني حصل إهداد للمال المقرب مش الموظفين المقرب صاحب القرار واضح يا أخ حليم نعم نعم المقرب هو صاحب القرار لأنه هو صاحب القرار اللي يستطيع أن يوفر من الميزانية جزء لأم شام وحليم وتوفيق وحاتم إلى آخر ده لو احنا من حسب الناس دنمرة واحد دنمرة اتنين يعني العميل مهم لكن يعني يعني أسهل شيء يا أخ حليم هو جمع المال خش أدخل جامع وعية وتطلع كم حديث وكم آية وكذا وكذا وحبت صور وحبت وحبت هتطلع ملايين أصعب حاجة كيف تصرف الأموال دنمرة اتنين أصعب منها كيف تراقب صف الأموال أصعب وأصعب كيف تقيس أثر صرف الأموال دي على المجتمعات اللي موجودة يعني احنا نتكلم على القضية السورية مثلا القضية اليمنية مؤسستك ثلاثة عشر مليون وبعدين ايه قياس الأثر على المجتمع على الفرد على المرأة على الطفل على التعليم على الصحة على الزراعة على الاقتصاد على القصة الأثر ازاي شفت قدبها لا فأنت ما بقى تفص من العميل بأس خفية أخبرك وده نوع من أنواع الموظفين بيخرجوا للعميل صح؟ لكن أهم الموظفين اللي هما بياخدوا الأموال دي في الحسابات أو في المشاريع أو في الصرف أو في المراجعة والتقنين لو أنت مهتمتش منهم يبقى أنت بردك كرئيس مؤسسة يا رئيس مؤسسة هو المجرم وليس الموظفين أنا أعرف مؤسسات بدون ذكر اسم الدول الموظفين بقى 30 سنة أعرفهم بالشكل اترفضوا كلهم لأنهم مجمعوا ضرق جدد هؤلاء ما يصلحوش طب ما تروح تقع حاسب المدير اللي كان قابليه واللي قابليه واللي قابليه واللي قابليه قد تبقى لك فدي نمرأة اتنين كنت تقول لي بقى المال ليس من أحد ولا مؤخذة أو مؤسسة مؤسسة أحد ولا مؤخذة انتك منين في مصر يا حليمو نعم منين انت في مصر كفر الشيخ اني حارة في كفر الشيخ لا في حي اسمه حي الشرطة في كفر الشيخ يعني حينضيف شوية كده لسه جديد يعني لسه من خمس سنين بس انا مش عايز اعملك بمعامل مستوى الحواري اللي انا عشتها وشفتها في عماك المفترس عاديك بتضحك ولا مؤخذة انا رئيس المؤسسة المؤسسة مش مؤسس تاني بس يا صاحب صاحب تجسد في شخصية عمر بن خطاب كيف كان يصرف مع اليتيم والارمالة والمسكين صاحب المل هو اليتيم والمسكين نعم صاحب المل هو اليتيم والمسكين المؤسسة دي صاحبها اليتيم والمسكين نعم مش حتى مش متبرع نفسه حتى مش المانح نفسه حتى مش الامير والشيخ نفسه اللي اللي ربنا قعل في أموالهم دي حق معلوم فمحدش يجي يقول لي المؤسسة لمؤسسة فلان لا لمؤسسة المجتمع هنا بقى الفهم الخاطئ المنكفئ اللي هو ثقافة ليست لها أي علاقة لا بالإسلام ولا بالقيم والأخلاقيات العربية اللي هي كما تكلم عن الرجولة والمروءة والأخوة والكذا وكذا وكذا إلى آخره دول ما لهمش دعوة بدا خالص فأي مؤسسة وأي منصة يا أم شام ويا شباب هي مش ملكة كنت دي ملك المجتمع حتى المسجد اللي انت بتتكلم عنه ده لنفرض ان احنا روحنا في حي من الأحياء كان في جماعة من الجماعات أبنائها نشطين لكن أبنائها جمعوا للمسجد ده عشرين في المهم تكلفة بناء المسجد من باقي أبناء الحي يبقى أبناء الحي جمعوا كم؟ ثمانين في المية وأبناء الجماعة جمعوا عشرين في المية لأول أمر بيدي وأنا المشرع اللي هو في الحكومة أقول عشرين في المية مجلس دارة يكون لهذه الجماعة وتمانين في المية معظم مجلس دارة ابدا العملية عملية ملكية حقيقية للمال والمجتمع والمادة اللي أنتي بتجمعها حتى المادة الخاملة انت بتجمعها من معلومات بش منحقك أنك تحجبها عن المجتمع بش منحقك ده لما تقول السلية الجامعية اللي جانبتييا عندي ايه لا بش منحقك ده لابدى انت تتشارك لأن دي جمعية، المادة العلمية دي هي ملكة عام لكل شخص في المجتمع اللي يستفيد بها فانت بتعمل تحالف وتكامل مع جمعيات اخرى علشان تحاول تخرج المادة دي الى رسالة او الى بحث او الى قيمة او الى فلسفة او الى ثقافة او الى مشروع او الى برنامج الى اخر فلذلك تجد يا اخ حليم وكلك يا شباب ان ان الجمعيات ايه المؤسسات الكبرى دلوقتي هي المؤسسات الايه اللي فيها المعلوماتية المعلومة اصبحت منتج كيف تسوق المنتج لذلك لما تروح انت على السوشال ميديا وتشوف حكاية اللي هو اللغاراتمات بتاعت اللي هي اللغاراتمات اللي هو الخورزميات الخورزميات اللي بتعمهاك اليوتيوب ويعرف انك ايه انت ايه انت ايه توجهك فتلاقي مسلا اما مفتح اليوتيوب بتاعتي مسلا سعب اسمع قرآن فنجيب لك حب القرآن ساعات ما شوف مسلسل قديم مؤسسات المصري قديم فيجيب لك في العرض اللي هو يحطو لك بعض القرآن بعض اقوال الشعراوي رح مطلع عليه بعض التمسيليات اللي هي قريبة من التمسيليات اللي هكتو بتفرج عليها الى اخر بعض الاناشد والاغنة محباها فاليوتيوب قرأت قرأت اللغاراتمات الخورزمية بتاعتك احنا عندنا والاسف المعلومات دي لكن مش عارفين نحونا الخورزميات لان المتبرع بتاعنا لا يؤمن الا بالاغاثة اللي تعطى للمرأة قبل ان تموت او بعد ان تقتصب والعياذ بالله او للطفل بعد ان يتتم او الاخر فده اللي انت عايز ترفع الوعي في التبرع وزي ما هنردت انا على احد الاخوة قبل كده انها هم تهتم كتير جدا بخضية الاوقاف في خضية الاوقاف دي قضية طوية المدى ربنا يكرمك تفضل يا ام شام تفضل يا اخ عبد الرحمن او دفوع التانية بسم الله ما شاء الله انت النهار ده مباركة يا ام شام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن يحيى عبد الله من تشات او بسم الله ما شاء الله من انجامينا من انجامينا جزاكم الله وخير دكتور البنة ومنظمتكم منظمة الاغاثة الاسلامية يعني كان عندها فرع هنا موجود في تشات صحيح الآن ليس له دور كبير ولكن كانت موجودة وكانت معروفة هنا في تشات فدوركم حقيقيا كبير ويشكر وربنا يرثبكم ان شاء الله لدي بعض الاسئلة في هذا الجانب يعني اننا الآن هنا في تشات اغلب العمل الخيري تقوم بالمنظمات الدولية يعني المؤسسات المحلية التي تقوم بهذا العمل حقيقيا بسيطة جدا وتجد مشكلة كبيرة جدا في جانب التبرع يعني الحمد لله ما شاء الله تجار كبار ولكن يعني الى الآن غير مقتنعين مثلا بالتبرع للعمل الخيري وكذا في هذا الجانب يعني نعاني جدا في جانب المؤسسات الخيرية كثير من المبادرات يعني طرحت في هذا الجانب ولكن يعني الى الآن الوعي بهذا الجانب قليل جدا فيحبزها مثلا نجد افكار منكم تساعدنا في هذا الجانب ايضا بالنسبة للأوقاف هذه نقطة مهمة كان انت طرحتها قلت يعني لابد ان نعتمد كثيرا على الأوقاف اكثر من التبرعات المباشرة طيب الأوقاف ايضا تحتاج الى كيف نحن مثلا نستطيع ان نقنع المؤسسات الأخرى مثلا بتبني الأوقاف تبني عمارة مثلا معينة للإيجار يعود ريوحة على الأوقاف لأنهم ممكن مثلا يقتنعوا بأنك بالآبار ما عارب هذه الأشياء بالمساعدات العينية توزيع المصاحف وكذا ولكن الأشياء الأخرى الأوقاف وكذا ليست من أولوياتهم فإن شاء الله تفيدنا بخبراتك الكبيرة جدا في هذا الجانب حتى إن شاء الله نستفيد ونطور العمل الإغاثي الإنساني ونفيد شادي إن شاء الله بارك الله فيكم بارك الله خير بارك الله خير يا أخ عبد الرحمن بارك الله بنا يا بارك فيك طبعا الأسف يعني حصل في بعض الأشياء تضييقات على كثير جدا مؤسسات التي تردنا تترك تشاد في السنوات القادلية الماضية يعني تدخلات في العمل التنفيذي وشروط من بعض المسؤولين في الحكومات في العمل التنفيذي مما جعل بعض الجمعيات ترفض إنها تشتغل وتمشي علشان تحفظ على حياة ديتها ده كان مشكلة اللي حصلت طبعا المؤسسات الأخرى أنت ذكرتها هي مؤسسات في غالبتها غير مؤسسات غير مسلمة دعمها كبير جدا جدا سواء كان من دولها سواء كان دعم سياسي أو دعم مادي أو دعم معنوي لأن أنا متى ذات أتذكر في قضية درفور لما كان أحدى المؤسسات الفرنسية كان بتاخد الأطفال وتخرج بهم من مطار وتوقف بعض معهم الأطفال على أنهم كانوا مرضة أو جرحة أو آخره واكتشفوا إن المؤسسة دي بتاخد الأطفال لا يعرفش بقى تعمل فيهم بعد كده فوقفت الحكومة الشادية عتخذ في 2006 2005 2007 حاجة زي كده موقف صارم جدا وحصل في دي حكبير جدا المؤسسة اضطر في نفس الوقت تدخل الحكومة الفرنسية عشان الإفراج عنها هؤلاء المعتقلين من أبناء المؤسسات الدولية كان بتقوم بهذا العمل الغير إنساني هذا أمر تقرر أيضا فيه مش فتشات تقرر في هيتي محاصل نفس الموضوع وتدخلت الحكومة الأمريكية عشان الإفراج عن العاملين في بعض المؤسسات الأمريكية اللي كانوا يقوم بنفس العمل يعني أشوف أنا أقول لك ده ليه أخ عبد الرحمن عشان أقول لك مدى وقوف هذه الدول وهذه الحكومات وقوفا صلبا خلف مؤسساتهم يبقى فيه دعم سياسي فيه دعم مادي فيه دعم معنوي فيه دعم اختصاء يعني فكري كذلك إلى آخر فده بالنسبة ليه المؤسسات دي موجودة وانت مش موجود ايه بقى المشكلة عندنا احنا مؤسسات شادية طب هنعمل ايه لابد نعب مع بعض شئنا ما بين شوفي يا أخ هنا فيه قاعدة قرآنية أو بتقولك ايه ونفسنا ما سواها لابد احنا نسوي أنفسنا أولا ألهمها فجرها وتقواها خلاص قد أفلحها ما نزكها ما نزكها لحي زكها لوحده يا أخ عبد الرحمن بمعنى ايه بمعنى أننا دلوقتي لازم أعود غزبا عني مع الجمعية الأخرى تشادية لازم لازم أصبح فرد على كل مؤسسة تشادية نتتوصل مع المؤسسة تشادية الأخرى ده اللي هو على المستوى المحلي إنها تضع رؤية كيف نحاول أن نساعد هذه المجتمعات في الداخل بخيرة من خلال ألف وبهو جيم ودال لابد الرؤية يا أخ عبد الرحمن تطلع من الداخل دي نمرة واحد لازم يكونها تكتلات ومظلات واتحادات دي نمرة اتنين نمرة ثلاثة لازم نتواصل مع العالم الخارجي سواء كان عالم غربي أو غير غربي عالم مسلم أو غير مسلم من خلال المنصات بتاعتنا منصات هي منصات لمؤسسات يعني أحادية أو مؤسسات مظلية لازم لأن العالم دلوقتي ما بتعملش بالعاطفة الأديمة التقليدية لا تي أشياء كتير جدا متعامل فيها لازم يكون لنا تواصل مع الحكومة بتاعتنا نفسها يا أخ عبد الرحمن علشان لو كان الحكومة عندها أي هاجس أو أي خوف من أي جمعية تشهدية احنا نزيل هذا الهاجس والخوف كل هذه الأشياء لابد حتحصل إزاي يعني نجد عندكم تشهد أخر مرة مش عارف 2017 أو 2018 تقريبا عدت يمكن عشر ايام أو أكتر بس ما قدرت تشهد خارج العاصمة عن جمينة كان نفسي روح ناحية الغرب وناحية الشر لكن ما استطعتش والأسف يعني والعزب الله وخرجت يعني لكن حسيت إن فيه شيء ممكن يتعمل والشيء اللي بتعمل ده عبد الرحمن هيخد وقت هيكون قليل ربلك فلو أنت بتحط الأربعة والخمس نقاط دي جنب بعدها أهم حاجة فيهم فنحط ده كان في اللقاء عند أخ كان اسمه ببيته وعدنا في بيته أنا مش فاكر بس اسمه من سيت اسمه يعني خفاضة يعني من عندكو عنده جمعيات سخافية كبيرة بعض الجمعيات موجودة على العربية الدولية نعم يخلنا اتقابله في بيت أي واحد إن شاء الله على كوباية شايد كل شهر بس كل شهر بتقولش نحن شغل مع بعض بس اتقابله انت على مصال تشادي اتقابل برضك مع الجمعيات دي اعمل لك توليفة كده تستطيع إنك تعب مع التانين وتناقشوا وتشوفوا أنا عندي إيه وهذا عنده إيه وده عنده إيه وده عنده إيه تشادي كبيرة وتشادي يا شباب اللي بتسمعوا أغنى من كتير جدا من دول الخليج أغنى بكتير ومصادر الغنى في تشاد مش فقط في بترول أو في غاز في يورانيوم في دهب في أنهار في بحيرات في سياحة في زراعة في مواشي في حاجات كتيرة جدا لو أحسننا التصرف فيها فبالتالي أنا ما عنديش حل سحري لكن أول خطوات هذا الحل الناس تجلس مع بعضها تتواصل مع بعضها في الداخل ومع غيرها في الخارج والداخل وأنا شخصيا كفرد أنا مفتوح ومفتح بالنسبة لكم لو عملتم أي ورشة عمل وحبيتم أن أكون معاكم عشان نتكلم على أي موضوع بالتفاصيل نتكلم فيه بالتفاصيل أنا طبعا سعيد جدا يا أخت أم شام في الجلسة اللي فات كان فيه أحد الإخوة من بورما اسمه سليم الأركاني اتصل بيه النهاردة وقال لي هنقاية هننعمل لقاءات معاك إن شاء الله فجزاكم الله خير يا أم سليم أنت منصف بتاعتك ده أتعرفت على الأخ ده وبالتالي أنت يا أخي فتشاد أنا ما عندي مشكلة بالتالي لو عايز تاخد تليفوني من أم سليم أو من الشباب هناك أسوالي أم شام أم شام والشباب هناك أنا ما عندي مشكلة بس أنا ما عنديش ما عنديش كل الأموال اللي أنت عايزها أنا ممكن نفكر مع بعض شكرا جزيلا لك دكتور على هذا الإطراء وهذه التجربة الشخصية الرائدة في العمل الإنساني بارك الله فيك ودفت بك خير هل يوجد مداخلة؟ لا يوجد دكتور نتهينا طائمة أنا خدامكم إن شاء الله وجزاكم الله خير ننتقل أسبوعنا ننتقل يوم الاثنين القادم إن شاء الله إن شاء الله موعدنا إن شاء الله الاثنين في الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ترجمة نانسي قنقر